شاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنتكلم فيها عن مباراة الصوبر اللي هتنطلق خلال ساعة من دلوقتي وأكيد هنتكلم فيها عن تشكيل النادي الأهلي باستفاضة كاملة جدا ولكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزير وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامة في البداية كده هنتكلم عن تشكيل النادي الأهلي وهنقول أهم النقاط القوة والضعف في التشكيل النادي الأهلي بيبدأ النهاردة في حراسة المرمى محمد الشناوي قدامه اتنين مساكين رامي ربيعة ومحمد عبد المنان طبعا بسبب عدم جاهزية اللاعب ياسر إبراهيم وبيلعب في الخط اليمين طبعا محمد هاني وفي الشمال عالي معلول مفيش خلاف على كده خط الوسط طبعا فضل يلعب بمروان عطية وأليو ديانج وإمام عشور أليو ديانج ومروان عطية وإمام عشور طبعا تم استبعاد أفشة ووجوده على دكة الاحتياطي بيلعب فيه سلاسي أمامي بيلعب بردس لي مكان بيرسيتاو اللي فيه شكوك حول مشاركته بسبب طبعا إجهاد في العضلة الخلفية وبيلعب فيه الوجه الشمال بيلعب بحسين الشحات ومهاجم طبعا نحمود عبد المنعم كهربا وطبعا صلاح محسن عالب الاحتياطي وطبعا بعد استبعاد مودست النادي الأهلي طبعا ده أفضل تشكيل بالنسبة للنادي الأهلي ده أفضل تشكيل من وجهة نظري أنا للنادي الأهلي هو التشكيل ده بنتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي وبنتمنى العناصر اللي موجودة تيأدي اللي عليها ونرجع بالسوبر الإفريقي إن شاء الله ونبدأ الموسم كده ببطولة جديدة إن شاء الله هنتكلم باستفادة كاملة وتحليل كامل بعد المباراة إن شاء الله استنونا بعد المباراة وما تنساش تدعمونا باللايك عشان نوصل للحلقة لكل الناس وبالاشتراك الحول في القناة علشان يوصلك اهم اخباري نادي الاهلي اول باول بشكرك انك كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة